السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في برنامجكم الرسام معكم الرسام صبر جنيدي وعدنا ليكم تاني بعد شهر رمضان والعيد وكل سنوات طيبين ان شاء الله النهاردة هنبدأ نشتغل مع بعض ازاي نرسم منظر طبيعي سلاس الابعاد تمام اشتغلنا الحلقة اللي فاتت ازاي نرسم منظر كرتوني اه برضو سلاس الابعاد هنبدأ النهاردة ازاي نرسم منظر طبيعي سلاس الابعاد يلا بينا نبدأ مع بعض اول حاجة طبعا زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا اه بناخد خط الافق خط الافق ده هو الخط الاساسي اللي بنبنى عليه اي منظر تمام بناخد خط الافق كده تمام بابدأ من خلال الخط ده ابدأ اه انظم الابعاد بتاعتي وابدأ اخد جزئية اه جزء جزء من بعيد لأقرب واحدة واحدة وخطوة خطوة مع بعضينا تمام بابدأ اخد خط هنا كمان تمام اه بابدأ اعمل هنا في المنطقة دي كده شبه مسلس كده واخد خط كده اعمل شكل الكوخ وابدأ امسح الاماكن الداخلية دي الخطوط الداخلية ده شكل الكوخ المنطقة دي على فوق الخط ده اقدر اعمله جزء من جزيرة في وسط المية تحت خط الافق ده منطقة المية البحيرة او النيل تمام بابدأ اخد خط تاني كده والجزئية دي كده برضه جزء من جزيرة وفوق منها الكوخ اللي هو البيت الصغير ده تمام ابدأ اعمل هنا الباب بتاعه كده ممكن اعمل هنا مجموعة اشجار تمام بدأ يظهر معايا المنظر الطبيعي من بعد الخط الافق بدأت تظهر الابعاد بتاعتي تمام بابدأ اخد على خط الافق ده ممكن اخد برضه شجر كده صغير من بعيد ممكن اخد الجزئية دي كده جبال ابدأ اخد هنا مثلا الجزئية دي اخد نخلة وابدأ امسح الخط الداخلي كده في جزء النخلة تمام وابدأ اعمل لها جريد بتاعها تمام ممكن اخد واحدة كمان كده اعمل لها الجريد بتاعها تمام بدأت المنطقة دي ظهرت المنطقة دي ظهرت معايا اقرب من خط الافق اللي هو في مسافة ما بين هنا وما بين هنا تمام اه اي خطوط داخلية بابدأ امسحها كده عشان يظهر تفاصيل الشجر او النخل تمام بابدأ اعمل هنا في البداية هنا برضو حاجة كده مجموعة خضرة كده وممكن اطلع من هنا من المنطقة دي كده اقدر اطلع شجرة وابدأ امسح الجزء ده كده الجزء ده كده ممكن اطلع بقى ايه الفروع دي كده دي فروع الشجر كده وابدأ اعملها ايه الورق بتاعها تمام بدأنا هنا نحس ان فيه بعد من النقطة دي لخط الافق فيه مسافة اديتني ابعاد دي بحيرة دي المية وده الجزء ده جزيرة وجزء ده جزيرة تمام بنبدأ بقى ايه مثلا يعني تتشاط المية كده مثلا وطبعا الشغل ده في التلوين هيبقى ليه اه شغل تاني هنعمله مع بعض بإذن الله في الحلقات الجاية تتشاط المية ازاي ندي احاء تطشاط المية في التلوين ازاي ادي درجات المية من الفاتح للغامق المفروض ان البعيد بيديني فاتح وضوء بيبدأ تدريجي غامق مع التلوين ده بيدك يعني خمسين في المية من البعد السلسية الابعاد بتبان في التخطيط اللي هو الاوتلاين اللي هو الخارج الباقي بقى بيظهر لي بيظهر لي مع التلوين درجات الالوان الضل والنور بيبدأ يظهر لي ابعاد اللوحة بالزبط تمام احنا كده ممكن هنا في المنطقة ديك ممكن نعمل مركب قارب صغير كده تمام في المية تمام المأداف بتاعه عايز مثلا شخص قاعد على القارب تمام كده بدأت تظهر معايا الابعاد السلسية تمام خلصنا الشكل ده ناخد شكل كمان ناخد شكل تاني ونشوف مع بعض ناخد شكل تاني منظر تاني مختلف برضو نفس الموضوع هنبدأ مع بعض برضو بخط الافق نفس الموضوع بالزبط اي منظر طبيعي لازم نبدأ بخط الافق اللي هبني عليه آآ سلسية الابعاد هنبدأ هنا نعمل برضو شكل كوخ كده كوخ نبدأ نمسح المناطق الداخلية دي اللي هي الخطوط كده ممكن اعمل جزئة مسلا جزء شجرة كده جزء من شجرة وامسح ده كده برضو الباب آآ ببدأ هنا ممكن اعمل بحيرة جاية كده من بعيد او كده من اصغر لاوسع من اديا لاوسع كده تمام آآ ببدأ ااخد هنا برضو مجموعة اشجار كده من بعيد الخط الافق فوق الخط الافق عايز اكمل مثلا جزئية جبل تمام هنا ممكن ااخد شجرة برضو لها الفروع بتاعتها مجموعة الورق كده امسح الجزء الداخلي ده في الشجرة وده ظهرتلي الشجرة تمام ممكن اعمل كبري في المنطقة دي يوصل دي دي منطقة الماء دي خضرة مثلا نجيه لآآ تمام ونفس الجزئية دي عايز اعمل كبري هنا يوصل لي المنطقة دي للمنطقة دي ببدأ اعمل دوران كده دوران كده كده ودوران كمان كده وقفله من هنا ومن هنا وابدأ امسح الخطوط الداخلية تمام ده الترابزين اللي هو بتاع الكبري في التلوين بقى بدي خيال انعكاس الكبري من تحت طبعا مع تتشاط المية هنا ودرجات الالوان اللي هي بتاعت المية بابدأ ادي تتشاط المية للكبري للمية طبعا مع درجات الالوان هتظهر معايا اكتر تمام ممكن اعمل هنا مثلا كده في المقدمة كده ورق خضرة تمام اه في المنطقة دي ممكن ادي شجرة شجرة هي مش صغيرة طبعا بس هي عشان بعيدة دي قريبة جدا عشان كده حجمها كبير معايا دي نفس حجم الشجرة ممكن تكون نفس حجمها بس عشان هي اعملها صغيرة شوية عشان تبان على اعتبار انها بعيد يعني تمام برضو اعمل الجزوة بتاعتها تمام اه بدأت بدأ المنظر يظهر قدامي اه ابعاده تمام خط الافق بيبدأ البحيرة ضيقة من بعيد كده على اوسع المنطقة دي واسعة هي هي هنا نفس الوسع بالزبط بس عشان دي بعيدة فلازم ان تظهر معايا بحجم اصغر عشان تديني اه شكل البعد نفسه تمام اه طبعا ياريت اه الناس تكون بمجهزة لسكتش طبعا انا المفروغ انت قلتك بداية الحلقة اه فياريت نبقى متابعين مع بعض خطوة بخطوة عشان ده يسهلنا ان احنا نتعلم بسرعة تمام ناخد شكل تاني برضو منظر مختلف هيديني سلاسية الابعاد اه برضو خط الافق ده سابت معانا زي ما قلنا عفوا اه بابدى اخد خط صغير هنا كده اه بابدى اخد بحيرة برضو كده اهو هنا البحيرة يعني اعتبر منظور امامي كده عادل ليمين ولا شمال تمام اه بابدى برضو اخد هنا المنطقة دي ممكن اخد جبل هنا ابدأ اخد هنا كوخ صغير طبعا هنا شايفين حجم الكوخ حجم الكوخ هنا صغير عشان هو بعيد اه في مستوى ابعد تمام تمام نسهلين نزلها شوية وادي الكوخ عملناه باية تمام ممكن اخد مجموعة اشجار ورا الكوخ كده مجموعة اشجار ورا الكوخ وده طريق بسيط صغير كده قدام الكوخ اه ممكن نعمل جزئية دي كده من يعني هنا دياء شوية وهنا اوسع تمام نعمل لها ترابزين كده طبعا هنا ادياء في اوسع في اوسع علشان تديني البعد بتاعي تمام ده على اعتبار ان هو زي ممر كده بيقفوا فيه على المي تمام برضو باخد بابدأ اخد الجزئية دي لو عايز اخدها مسلا خضرة كده ولو انها اخطر وهنا نفس نفس الحكاية هنا بقى ممكن عايزة لو عايزة اعمل مركب برضو او قارب صغية عايزة اقارب صغير او مسلا مركب بشراع واه هديها الشراع بتاعها برضو فيش مشاكل خالص هنا برضو مثلا ممكن اعمل شجرة او مجموعة اشجار هنا كده مثلا هاي شجرة اداتني برضو نفس شغل الابعاد الخط الافق ثابت دايما معانا واحنا بنحرك المنظر زي ما احنا عايزين ومتخيلين انا لو رساء يعني الرسام اللي هيشتغل لو بيشتغل من خياله هيعمل خط الافق ويبدأ يتخيل من بعد خط الافق طبعا فوق خط الافق بيبقى السحاب تحت خط الافق ببدأ ابني ابعادي السلسية من بعيد لاقرب فاقرب فاقرب بتخيل زي ما انا عاوز عايز اعمل شجرة عايز اعمل شلال من بعيد شلال من قريب مجموعة خضرة جنينة انا بقدر اتحكم في المنظر من خيالي لو انا هنقله عايز انقله يعني في رسام بيحب ينقله في رسام بيشتغل من خياله فطبعا بتفرق ما بين متلقي او اللي عنده الموهبة وعايز يبدأ يفهم بتفرق في واحد بيتخيل وفي واحد بينقل اللي قدامه بس تمام رسامين انواع فطبعا اللي يشتغل من خياله ده هيبقى مبدع هيبقى فنان جميل هيقدر مش هيقف عند حاجة مش هيستنى صورة ينقل منها هيبقى قدامه خياله دايما بيقدر يرسم اللي هو عايزه واللي هو متخيله تمام اه طبعا احنا عملنا كده برضو منظر ثلاثة الابعاد هناخد شكل تاني ان شاء الله باذن الله الحلقات اللي جاية هننفذ الشغل اللي احنا بنعمله ده هننفذه الوان ان شاء الله وده هيساعدنا كتير ان احنا نعرف نكون الالوان وازاي نعرف الالوان السخنة والالوان البردة اه ونعرف ازاي نكون لون كل لونين احطهم على بعض مثلا ندين لون ايه او اقدر ادي افتح ازاي او اغمق ازاي اه دي لها طبعا حلقات ان شاء الله اه في الحلقات اللي جاية هنشرحها مع بعض بحيث ان احنا قدرنا اه نوصل اه مع حتة ان انا ارسم ودي اوتلاين للوحة انا ليه شغال الفترة اللي فاتت دي كلها على الصبورة واوتلاين ده عشان ما ينفعش ان انا اخليك كطالب او حابب تتعلم او عندك المهيب عايز تبقى رسام ما ينفعش ان انا اديك الوان على طول لازم ان اعرفك الاول الاوتلاين ازاي تعمل خطوط ازاي الخط الافق ازاي تعمل الشخصيات الكارتونية ازاي تقدر ترسم عن طريق الاشكال الهندسية زي ما رسمنا في الاول الدوائر والمربعات والمعين والمثلث وكل الحاجات دي اشكال الهندسية قدرنا نكون شخصيات زي ما اتفقنا وكلنا بنشرح فطبعا اه كل الحاجات دي لازم ان تبقى في البداية ما ينفعش اخليك تلون وترسم في وقت واحد فطبعا اللي بيتابعنا اه في الحلقات اللي فاتت يبدأ يتابعنا في الفترة اللي جاية لانه هيبقى مرحلة التلوين هنبدأ نعرف مع بعض مراحل التلوين ونتعلم ازاي اه ندرج الالوان وندمج الالوان ببعضيها اه نبدأ ناخد شكل تالت شكل رابع ممكن نعمل منظر خفيف ومسيط جدا خط الافق اهو تمام ممكن قرص الشمس اهو على فوق خط الافق تمام اعمل جزيرة هنا جزيرة في وسط المية وممكن اديها نخلتين هنا نخلة كده ونخلة كده اه معنا اتصال حبيبة معنا اتفضلي اه لاني حبيبة اتفضلي بتقولي بتقولي يا حبيبة مستمعك ايوا يا حبيبة معاك يا حبيبة اتفضلي انا بخل كل طواتك يا رسال جميل جدا يا حبيبتي متابعانا على طول اه متابعانا على طول ان شاء الله اه طيب جميل جدا للاسكتش يبقى معاك والقلم الرصاص والاستيكة والبرداية كل ادواتك وتاخدي معنا خطوة بخطوة انا بخلت معاك خطوة بخطوة رسمتي اللي احنا عملناه النهاردة يا حبيبة اه انا بخلت تماما يا حبيبة عموما يا حبيبتي اه صوري رسوماتك وبعتيها على صفحة الاكاديمية اتلاقي موجودة عندك على الشاشة اه وتابعيني اه ده منظر بسيط جدا بردة اه ممهند معنات فضال يا فنم السلام عليكم وعليكم السلامة وطلاب بركاته ازاي حضرتك اهلا وسهلا يا فنم اهلا بحضرتك احنا انا ممهند من البراجيل اهلا وسهلا بيك احنا متبعينك بس احنا الوقتي رسمنا زي اللي انت رسمته بالضبط بس احنا مش عارفين نلون ازاي Well what is it? والله يا فندم ان شاء الله الفترة اللي جاء کنت بتكلم دلوقتي هنتعلم ازاي للاطفال نرسم بالالوان الخشب الالوان الخشبية والالوان الجواش والوان الاكليريك والالوان الزيتية ان شاء الله في الفترة اللي جاية وهنتعلم ازاي اه ندمج الالوان ونعرف دراجات الالوان مع بعض الالوان البردة والسخنة وازاي نعمل شروق وازاي نعمل غروب وازاي نعمل ضل ونور كل الخطوات ان شاء الله تبعيها معانا حضرتك وبإذن الله تستفاد تمام بس يا ريس ترجع ترسم لهم اللي كنت بترسمها الأول عشان هما بينسوا هنعيد كل اللي عملناه قبل كده أو تلاين عالصة بورة خطوط هنرجع نلونه من تاني عشان نعرف أطفالنا وشبابنا إزاي يلونه اللي احنا تعلنه قبل كده ماشي يا فمن شكرا يا فمن نتابع مع بعض منظر بسيط جدا عبارة عن خط أفق وسحاب ومية بحر وسحاب تمام قرس الشمس بنبدأ طبعا الشمس لها ألوان متعددة على حسب الوقت في اليوم سواء الصبح سواء الدهر سواء العصر سواء غروب فطبعا كل مرحلة في اليوم لها مجموعة ألوان لازم عشان أقدر أحدد الزمن بتاع المنظر لازم ليه درجات وليه ألوان معينة بطبيعة ألوان الشمس وغروب الشمس تمام؟ أو شرؤة تمام؟ ممكن أحول ده زي ما نعاوز هنعرفه بعد كده إن شاء الله في التلوين آآ ده مجرد مستوى سحاب ومستوى بحيرة مية أو بحر تمام؟ دي جزيرة بتبقى مجموعة سخور مثلاً فيها جزء من الخدرة وببدأ أديها نخلتين أو شجرتين ممكن أعمل لفظ الجلالة مثلاً يعني أنا ممكن أعمل لفظ الجلالة على هيئة شجر يعني دي برضو ودي مثلاً أنا ممكن أعمل دي الألف بتاع الله ودي اللام طبعاً في التلوين ده كله بيبقى آآ حاجة جميلة جداً ببدأ أفصل هنا دي كده ممكن أعمل الجزئية دي شلال بينزل مية تمام؟ وأبدأ أديله تتشاط المية كده هنا آآ برضو اللام التانية والها ممكن أعمل ديها هنا ببدأ أعمل سخور آآ جزوع الشجرة مدياني لفظ الجلالة آآ أقدر أشكل زي ما أنا عاوز أقدر أشكل زي ما أنا عاوز المنظور بتاعي واللوحة بتاعتي وهحط الشجرة دي فين؟ بإحساسي كفنان أقدر أحدد أنا عاوز إيه بالزبط تمام؟ ناخد شكل تاني هناخد خط الأفق برضو تمام؟ برضو هنا يزيرة بشكل تاني يعني مثلا إيه؟ الشجرة بقى أديها إيه؟ مش كل الشجر بيبقى شبه بعضه ممكن أدي منحنيات كده أبدأ أدي هنا كده الفروع بتاعتي على رفيع كده ممكن أعمل دي كده كده تمام؟ معانا أحمد تفضل؟ أهلا؟ ألو؟ آلو؟ ماذا الأستاذ صبر جميدي؟ أيوة يا فندي متفضل أحمد معي؟ آأ أحمد من مدينة مصر أهلا يا أحمد إزايك؟ الحمد لله تمام تابعني يا احمد انا عايزة بتم حلو زي كده ان شاء الله يا حبيبي تبقى احسن مني كمان تابع معايا خطوة بخطوة السكتش طبعا وإعلام رصات زي ما قلنا والأدوات بتاعتنا وان شاء الله في الحلقات اللي جاية هنجهز ألوان مع بعض برضو والسكتش وهنبدأ نلون مع بعض وبإذن الله تبقى فنان جميل كده يا حبيب شكرا يا حبيب آآ نبدأ ناخد برضو برضو جزئية بحر كده طبعا اللي انا بعمله ده كده دي قبل دي قبل دي تمام? عدتني عمق لتحت في مسافة هنا بدأت أعملها ممكن أعمل دي كده برضو نفس الحكاية ادتني بروء الارتفاع الارت مع المي تمام? هنا ممكن أخد المنطقة دي كده ودي كده تمام? أعمل هنا كبري أعمل له نص دايرة كده مقلوبة واخد الخط ده كده وابدأ أعمل انعكاسه برضو في المية كده هيبقى على خفيف طبعا مع التلوين هيبقى ليه طريقة تانية في التلوين آآ طبعا ده صريح واضح من فوق انعكاسه في المية هيبقى مهزوز على حسب هزة المية أو حركة المية بتختلف في انعكاسه تمام؟ بابدأ أخد هنا برضو مجموعة شجر كده لفوق وامسح الجزء ده وبرضو هنا جبل برضو مجموعة شجر من بعيد شجرة هنا مثلا اهي او نخلة بمسح الحجازة للخطوط الداخلية هنا بقى بعمل الورق بتاع الشجر آآ طبعا تتشاط الخضرة ليها طريقة في الرسم ان شاء الله نتعلمها مع بعض ازاي ادي ورق الشجر ازاي ادي له العمك بتاعه آآ الغامق وابدأ ادي التتشاط الفاتح الورق بيتعمل بالمشت او الفرشة الالم آآ بطريقة معينة هتديك احاء ان المنظر طبيعي قريب من الطبيعة شوية آآ طبعا احنا قولنا التلوين بيفرق معنا كتير جدا بس هنا احنا بنبني آآ بنبني المنظر بنأسسه بندي له الابعاد بتاعته عشان نقدر بعد كده مع تدريج الالوان آآ يبدأ يدينا احاء بالطبيعة وهنحس ان احنا فعلا عملنا حاجة فيها فن وفيها اداء آآ تمام احنا كده عملنا الجزئية دي برضو عايز اعمل هنا شجرة اطلع بشجرة هنا مثلا اهي وابدأ امسح الجزء ده برضو الفروع نفس الحكاية تمام بابدأ ادي الابعاد بتاعتي الشجر البعيد بيبقى صغير والقريب بيبقى كبير بيهسي نديني الاحاء بالبعاد تمام آآ كده خلصنا اللوحة ديك نعمل مع بعض حاجة تاني وقبل ممسح هنقولنا هنا المنطقة دي المية تمام المنطقة دي الشجر المنطقة دي كده كل ده مية وده الكبري بتاعنا اللي جاء اللي بيعدي من هنا يوصل من هنا لهن تمام نبدأ مع بعض شكل تاني آآ ناخد خط الافق تمام آآ ابدأ ممكن انزل هنا كده زي تمانية العربي هنبدأها كوخ برضو بس بشكل مختلف كده تمام وابدأ امسح الخطوط داخل ايه تمام ده الكوخ ده 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 بيت في وسط المنظر كده ده ممكن اعمل بيت صغير تاني ممكن اعمل مجموعة شجر بقى ايه وراء وراء البيتين كده طبعا مش لازمة هيبقى كلهم مقاس واحد اصغر فاصغر فاصغر تمام ممكن اعمل هنا الهواء الهواء او الشفاط بتاع المنزل تمام في الجلسطية ديه هنا خط الافق ممكن ابدأ ااخد بحيرة كده برضو كده لحد ما توصل معايا كده تمام بقى ااخد برضو ممكن لو عايز ااخد كوبري هنا بس بشكل مختلف يبقى كده مثلا كده اعمل له حرف صفيف كده وممكن اقسم دي بقى ايه زي اولي بتوب كده اقدر اعمل الكوبري بكذا شكل تمام برضو نفس الحكاية اما نيجي نعكسه في المية هيبقى نفس الموضوع بالزبط بس طبعا في التلوين هيختلف عشان ده ايه في وسط المية تمام فبيبقى فيه حرقة في المية او ثابتة على حسب ما هي اه موجودة ثابتة متحركة ببدأ احدد الحركة بتاعتي تمام برضو ممكن ااخد هنا في المستوى الاول هنا جزء من شجرة داخل جوة المنظر تمام وابدأ وابدأ ااخد هنا برضو جزء ممكن اعمل جزئية صور صغير كده تمام برضو هنا اخد مجموعة شجر تمام وانا هنا برضو نفس الحكاية مجموعة شجر المنطقة دي بقى هي الماء يعني المنطقة البحيرة جاية من بعيد اوي جاية باوسع اوسع اوسع لحد ما غصلت هنا في المستوى الاول عفوا تمام زي ما انتو شايفين عشان تديني البعد اه اللي احنا عايزينه تمام اه مسلا نبدأ هنا اعمل الشبابيك الببان الشبابيك بتاع المنزل ونكوخ كده اقسم الشباب كده باشكال زي ما انا عايز تمام هنا برضو الباب هنا نفس الحكاية تمام زي ما احنا شايفين كده بدأت اللوحة تبين ابعادها اه زي ما احنا ماشيين خطوة بخطوة انا ممكن اعمل هنا حاجة بسيطة جدا عايز ابين ان في شخص بعيد في المنطقة دي اعمله ازاي مثلا اهو دايرة اهو وادي مستطيل زي ما كنا بنتعلم بالاشكال الهندسية ادي شخص اهو اقدر اخليه بنت اقدر اخليه ولد زي ما انا عاوز ماشي بيلعب او بيتحرك من بعيد طبعا بقدر احدد حجمه على حسب البعد بتاعه يعني انا لو حطيت الولد دا هنا اكيد جسمه هيبقى اكبر عشان هو قريب ليه اه بقدر احدد الحجم الجسم في اللوحة او في المنظر على حسب الابعاد كل البعد ليه اه منسوب معين او نسبة معينة في حجم الشخصية عشان تديني الرؤية المزبوطة زي ما بشوفها في الطبيعة تمام؟ عايز عايز مثلا نعمل شخص هنا يعني عايز اعمل شخص هنا اه دي الدايرة هي في اماكن في اماكن هتتمسح لو انا حطيت اشخاص بحجمها على حسب الابعاد هنا يبقى في اجزاء هتتمسح من اللوحة تمام؟ مثل انا دي اهو شخص برضو بيتحرك اهو وامسح الجزئية دي طبعا هتتمسح من المنظر عشان هو المفروض البيت ده هيبقى المفروض هو وراه البيت وراه تمام؟ وابدأ اعمل الشعر كده مثلا اهو تمام؟ ولد ماشي هيعدي من على الكبري عشان يوصل الجنب التاني تمام؟ هنا لو رسمت مثلا شخصية تاني بنت مثلا شفتوا هنا انا عملت الحجم هنا ايه والحجم هنا ايه والحجم هنا ايه اه انا بحدد الشخصية زي من عايز زي من عايزة اشوفها هي فين؟ يعني انا عايز اشوف الشخصية دي فين؟ هل هي قدامي قريبة مني؟ ولا هل هي بعيدة عني؟ ولا هل هي في اخر رؤية نظري بقدر احدد واحدد حجم الشخصية اللي انا عوزها اه تحديد المكان هو اللي بيحدد لي اه الابعاد نفسها تمام؟ اه ادي شخصية هو بعيد زي ما اتفانا ظهرت البعد هنا اديتني المسافة ما بين هنا وهنا اتلاقي كتير جدا وهنا نفس يعني بعيدة برضو تمام ممكن اعمل شخص مثلا هنا برضو باخد المستفيل كده اهو كده كده اهو بقى بقى امسع برضو اللي جوه كده الشغل الداخلي ده اي حاجة ورا الشخصية بفرغها طالما هي اللي في المقدمة بالنسبالي تمام منطقة الصور دي تقسر شوية عشان يبقى انه هو اه قبل الصور تمام بابدأ هنا ادراعه برضو داري على جزء من الشخصية البعيدة لانه طالما جيه في نفس المنطقة خلاص بتا منغير بنلغي الجزئية دي بيداري عليه بيديه تمام ينفع ان احنا اخلي رجل الصغير ده تيجي فوق ايدي الكبير ما ينفعش طبعا لان ده الابعد في ناس بتغلط كتير جدا في المسألة دي بيبدأ يظهر لي الشخصية دي يعمل لي رجله كده مثلا ويمسح ويمسح العكس لا يبقى ده شايل ده على ايده فطبعا لازما يبقى ده من وراء اليد هنا الحجم اكبر فمدياني الابعاد ان ده ابعد من ده تمام انا بعيد كذا مرة المعلومة طبعا عشان ااكد عليكم التفاصيل تشتغلوها ازاي وعشان الناس تركز معايا اكتر وطبعا اا اتمنى ان التفاصيل دي تفتكم وتكونوا مركزين معايا وتكونوا معاكم الاسكتش والقلم الرصاص وبتنفزوا بالفعل معايا هتستفدوا كتير جدا اللي حابب الرسمة هيستفاد جدا وبإذن الله مع بعض خطوة بخطوة وهنتعلم وهنبقى فنانين كبار بإذن الله اللي عنده الموهبة وهيكمل معايا ان شاء الله هيوصل لمرحلة كويسة في فن الرسم وتابعوني في الحلقات اللي جاية اا هنلون مع بعض وهنبدأ نعمل شاء الله جميل وبإذن الله هتستفادوا وتابعوني على اليوتيوب الرسام صور جنيدي واي حد رسم معايا حاجة النهاردة يحطها يبعتها على صفحة الاكاديمية اكاديمية الجنيدي البيج وطبعا انا بشكر الناس اللي اتصلت بيا وبشكركم اه لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة